وحدها المأساة حاضرة في ملامح الأطفال في هذه المخيمات المبنية من القش التي تحتضن أوجاع عشرات الأسر النازحة أكثر من 300 أسرة نازحة مضى على وجودها في هذا المكان نحو سبعة أشهر حيث يعانون مرارة النزوح الذي كان آخر الحلول بعد أن تحولت منازلهم أهدافا مباشرة لقذائف الميليشيا وطيران التحالف هنا يبدو الوضع أكثر فقرا ومعاناة بل وافتقارا لأبسط مقومات العيش السوارخ يعني دمرت البيوت علينا ولا خلت لنا يعني لا بوش ولا عيال ولا دمرتنا بكلها وخرجنا يعني من ضيق وقالوا فيهم الخير هنا يعني في القنوب وأمنوا قلنا أحسن الأمان أفضل من كل شيء نشتي الأمان حيث تنعدم سبول الحياة ويجد هؤلاء الهاربون من جحيم الحرب جحيما آخر ينتظرهم أمراض تنتشر هنا كما يقولون بل وحصدت الكثير من الأرواح دون أن يحظوا ولو بالقليل من الرعاية الصحية بالإضافة إلى وجود العشرات من الأطفال الذين لم يستطيعوا حتى الآن الالتحاق بالمدارس والله التعليم هنا ماشي ما يوجد عندنا أي تعليم هذا ماشي معنا يطربوا منك ملفات يطربوا منك هذا ويطربوا منك هذا ما فيش أي تسهيلات إذن هي الحرب من دمرت أحلام آلاف من هؤلاء الأطفال وشردت المئات من الأسر لتلقي بهم إلى هذه الأكواخ ما جعلهم في انتظار دائم لمعونات إن وصلتهم بعد كل هذا العناء ربما لن تستطيع إعادة البسمة إلى وجوههم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة